تمكنت شرطة مكافحة المخدرات وبالتعاون مع شؤون الجمارك من القبض على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و40 عام بينهم ثلاثة يحملون جنسية ناسيوية وذلك أثر محاولتهم في واقعتين منفصلتين تهريب مواد مخدرة عبر منفذ مطار البحرين الدولية تقدر قيمتها السوقية بأكثر من مليون دينار بحرينية صرح بذلك مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية موضحا أنه إثر تأكيد المعلومات المتعلقة بالواقعتين المذكورتين تم مباشرة عمليات البحث والتحري التي أسرت عن تحديد هوية المقبوض عليه الأول 34 عاما بعد تورطه في محاولة تهريب حوالي كيلوين ونصف من المواد المخدرة في شحنة قادمة عبر الشحن الجوي وفي الواقعة الثانية اشتبه ضابط الجمارك في أحد المسافرين 40 عاما حيث ضبط بحوزته حوالي ثلاثة ونصف كيلو جرام من مادتي الشبو والهروين المخدرتين بما دلت التحريات على تورط آخرين في الواقع وتم القبض عليهم لاحقا وأشار مدير عامل إدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أشار إلى أنه تم تحريز المواد المخدرة المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضيتين إلى النيابة العامة